سبعة أيام في سبعة أيام سوريا صراع بين الإسلاميين والجيش الحر لبنان مسلسل التفجيرات وسط فراغ سياسي تونس إحباط في ذكرى ثورة الياسمين وجنوب السودان ومخاوف الحرب الأهلية مرحبا بكم مشاهدين ومستمعين إلى برنامج سبعة أيام من بي بي سي نناقش فيه كيف غطت الصحف القضايا الرئيسية لهذا الأسبوع ومعنا لمناقشتها ريمة شري الصحفية المستقلة في رويترز المدون كار شارلو بشار زيدان محرر مجال التحبر عربي الإلكترونية والصحفية المستقلة رنيم حنوش أهلا بكم تعددت الملفات والأخبار في الشأن السوري حيث نقلت الصحف إطلاق الأمم المتحدة أكبر نداء على الإطلاق لإغاثة الشعب السوري وبرز خلال هذا الأسبوع خبر ظهور الجبهة الإسلامية على حساب الجيش السوري الحر المعارض ونقلت الصحف أخبارا عن ضعف الجيش الحر واقتراب نهايته والحديث عن لقاء المرتقب بين الإدارة الأمريكية والجبهة الإسلامية وفي غمار كل ذلك نقلت الصحف ما وصفته الغموض حول مقتل الطبيب البريطاني عباس خان في السجون السورية قبل أيام من الإفراج عنه وغطت الصحف قصف القوات السورية لحلب بالبراميل المتفجرة نتابع كتبت القدس العربي اللندنية في عنوان فرعي الجمعة روسيا تتهم بشار الأسد بتصعيد التوتر بتصريحاته حول ترشحه للرئاسة وفي العنوان الرئيسي كتبت زعيم جبهة النصرة لا نسعى لحكم سوريا والإدارة القادمة وفق شرع الله وعنونت الحياة اللندنية الخميسة الجبهة الإسلامية تلغي لقاء مع فورد معلومات عن إعلان مبادئ بمظلة دولية في جينيف 2 غاب الخبر السوري عن الصفحة الأولى في الشرق الأوسط اللندنية الخميس وعنونت في صفحة داخلية الجبهة الإسلامية رفضت دعوة أمريكية للحوار واتفاق تهدئة إعلامية مع الأركان ونشرت السفير اللبناني الأربعاء دول غربية للإئتلاف الأسد باقن الآن النهار اللبناني عنونة الأربعاء كري لا يستبعد لقاء ممثلين للجبهة الإسلامية ارتفاع قتل الغارات الجوية على أحياء حلب إلى مئة وعنونة العرب اللندنية الثلاثاء خلافات روسية فرنسية حول مصير بشار الأسد في الوطن السوري الاثنين أمس أجرت زيارة ناجحة ومساعدات للمناطق المحاصرة وواشنطن قد تعود لتسليح الحر وباريس متشائمة دمشق لم نتلقى حتى الآن أي تفاصيل حول جينيف اثنين الصحف البريطانية ركزت على الظروف الغامضة لوفاة الطبيب البريطاني عباس سخان في سجن للحكومة السورية وكتبت الجارديان عائلة الطبيب البريطاني الذي توفي في سوريا تنتقد الحكومة البريطانية وكتبت الانديبندنت السجين البريطاني الدكتور عباس خان وجد ميتا في سجن سوري قبل أيام من تسليمه لعضو البرلماني البريطاني جورج جالوي واشنطن بوست الأمريكية كتبت في افتتاحيتها تحت عنوان عدم القيام بأي شيء سيكون مكلفا أكثر من التدخل أهلا بكم طبعا نبدأ الحوار ريمة الأخبار فيما يتعلق في الجيش السوري الحر وبعض المقالات تتحدث بأن هذه نهاية الجيش السوري الحر على حساب الجبهة الإسلامية هل بالفعل هذا ما كتبت عنه معظم الصحف في يعكس ما يجري الآن في سوريا على سبيل المثال هناك مقال لموناليزا فريحة في النهار اللبنانية تقول سوريا أمام منعطف جديد طبعا هو من الواضح أن الصحافة ركزت على ضعف الجيش السوري الحر في أن يكون القوى العسكرية الرئيسية للمعارضة في وجه النظام والجهات المسلحة ولذلك هي ركزت على أسباب تهميش الجيش السوري الحر في المعادلة السياسية والعسكرية في سوريا لحساب هذه الجماعات في صحيفة الحياة مثلا لياس حرفوش كان أكثر موضوعي بتغطية هذا الخبر حين قال أنه هو يلقي اللوم على روسيا والولايات المتحدة بسبب أن روسيا يعني بذكر من جديد أن روسيا لم تستعمل حق الفيتو منذ بداية الأزمة السورية ومن جهة أخرى الولايات المتحدة يعني لم تدعم أو لم تسلح المعارضة السورية وكان عنوانه دموع التمسيح على مصير السوري نعم من جهة أخرى مثلا عبد الباري عطوان في صحيفة رأيي اليوم أخذ الموضوع من جهة أخرى لما ركز على أسباب ضعف الجيش السوري الحر بضعف الاقتلاف الوطني وبسرعة التغييرات في القيادات بالاقتلاف الوطني وهذا الموضوع بعتقد أقرب لرأيي الشخصي لأنه بالأخير كله بصب بمصلحة بشار الأسد بأنه باقي في النظام وبصب كمان بالقلته موناليزا فريحة بصحيفة النهار أنه النظام بعده متماسك وكمان مبارح يعني فيصل المقداد قال خاصة أنه قال أنه رئيس بشار الأسد يحق له أن يترشح للانتخابات طيب وهذه النقطة يعني كارل ما نقلته صحيفة القدس العربي في عنوانها الذي أذعناه قبل قليل وهو روسيا تتهم الأسد بتصعيد التوتر بإعلان ترشحي للرئاسة هل هناك تغيير بدأت ملامح تغيير تظهر الآن وما كتب عن عن موضوع الجيش السوري الحر وضعفه وظهور الجبهة الإسلامية غير المعادلة طبعا في تغييرات رئيسية أنا برأيي يعني من المؤسف أنه الإعلام لا يهكب فعلا ما يشجع على الأرض في سوريا لنا تقريبا سنتين ونصف ثلاثة سنين نعم نسمع مثل أساطير تصب لمصلحة فريق أو آخر عوضا عن التركيز عن فعلا الحقائق على الأرض يعني في كتير محللين من بداية الانتفاضة السورية ركزوا على موضوع بالنهاية القوى التي ستبرز على الأرض هي التي سيكون لها الدور الأكبر في تحديل شكل سوريا أو الشكل التسوية التي ستحصل يومما في سوريا والأسف أنه تم التركيز على أطراف من جانب الغارب تحديدا مثل الأتلاف أو الجيش السوري الحر لم يكن لها فعلا قوام فعلي على الأرض يعني جيش السوري الحر كتب محلل سويدي عنده خبرة كبيرة بموضوع سوريا من سنة تقريبا أنه فعلا هو أسطورة هو لم يكن يوما المؤسسة المتكاملة التي لها قيادة مركزية وتنظيم على الأرض كما ظننا من الخارج ومن مقابل ما كان يحصل أن الجهات الإسلامية كانت تعمل على التنظيم والتواصل والقيام بكل مقومات تنظيم سياسي واسع أنا برأي هي التي ستلعب بالمستقبل نوعا يعني الرديف لنظام بار بشار الأسل بشار الأسل يظن أنه بالمنطقة التي يسيطر عليها بسوريا هو له الحق أنه نال حق غداتها بس لن يتمكن في أي وقت قريب من إعادة السيطرة على سوريا بالكامل مما يوحي أنه ما نصل إليه الآن أنه سيتم تحييد أطراف مثل الأتلاف والجيش سوريا الحر وسأتبقى سوريا لفترة طويلة في حالة انقسام فعلي طيب بشار هل هذا هو بالفعل يعني ما قرأته وهذا التحليل هو الذي يعني يمثل الواقع في سوريا يعني في كثير من الصحة في الذكارو الزملاء لكن أعتقد أنه التركيز حاليا في الصحافة على تحييد الاعتلاف المعارض والجيش والتحدث مع الجبهة الإسلامية وكما ذكرت صحيفة الخدس العربي وصحف أخرى أن أمريكا عرضت على الجبهة الإسلامية الجلوس على الطاولة والتفاوض والجبهة الإسلامية رفضت أنا برأيي كان نقطة التغير هنا هو خسارة الجيش الحر مع برباب الهواء مع تركيا لمصلحة الداعش والنصرة وبنفس الوقت تغيير يعني قيادة الجيش الحر لم تكن في يوم من الأيام مركزية كنا نتحدث مع رياض الأسعد ثم مصطفى الشيخ والآن إدريس وإدريس يعني تضاربت الصحف في ذكر حتى موقع وهل هو في قطر أم في سوريا أم في فلذلك خسر الجيش الحر معركة التفاوض والحركات الإسلامية على الأرض لست مهتمة كثيرا بالتفاوض لأنها في مشروع تعتبره أكبر من تسويات مع بشار الأسد أو غيره مشروع يمتد إقليميا أكبر من سوريا لذلك كما ذكر حسان حيدر في صحيفة الحياة أن الغرب ساعد الحركات الإسلامية عن طريق تلك في دعم المعارضة أنا أعتقد أنه جزء من خطة الغرب كان أساسا دعم هذه الحركات لتقويد سلطة بشار الأسد وكالعادة عندما تدعم حركات إسلامية ستفقد السيطرة عليها في يوم من الأيام لأنه مرجعية ليست رانيم لم نتحدث عن الصحف الغربية هناك ما كتبته الواشنطن بوسكنت هناك مقالتان افتتاحيتان خلال أسبوع حول سوريا ما هي قراءتك لما كتب في هاتين المقالتين أو في الصحف الأمريكية عموما أدانت صحف الغربية أمريكا لعدم تحركها وأيضا في الاندبهندس البريطانية أدانت إفلاس السياستين الأمريكية والبريطانية في النزاع السمودي طبعا مقال لباتريك كوكبين كوكبين بالضبط وأما في الافتتاحيتين المتسهلتين في الواشنطن بوست تعالجت الموضوع من جانب إنساني ونوهت أن سوريا تغرقوا في الهاوية عند أبس ونوهت تأزم الوضع واستشهدت بإحصائيات من الأمم المتحدة ونوهت أن أكثر من 40% من الشعب السوري في أمس الحاجة للطعام والمساعدات الطبية وأن السكان يأكلون أوراق الشجر فوسط تباين المواقف ممكن تعتبر الواشنطن بوست جنيف 2 هو بصيص الأمل الوحيد للشعب السوري الذي هو في هذه الحالة من الاستنفار السياسي الشديد وانقلاب حلفاء الأمس لأعداء اليوم هو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة وهو الذي يدفع الثمن طبعا هذا في إشارة إلى النداء الذي أطلقته الأمم المتحدة هل الافتتاحية الأخيرة هي تتحدث عن الذي ذكناها قبل قليل وتتحدث أن عدم قيام بأي تدخل هو أسوأ من التدخل أنا عندي وجهة نظر كتير محددة بهذا الموضوع برأيي أنا السياسي دائما ننظر أن الغرب عنده سياسات كتير واضحة بالمنطقة بالحقيقة ما بدأ خلال الثلاث سنين الماضية أن الغرب فعلا في حالة ضياع كاملة بخصوص المنطقة العربية وخصوصا بما جرى في سوريا تحديدا بس المهم أنه هلأ الحالة الإنسانية الوضع الإنساني اللي وصلت له سوريا يعني كارثي إلى درجة أنه لاجب وضع هذه الاهتمامات الأخرى جانبا والتركيز على المساعدات الإنسانية وهناك مفرقات هنا مثلا أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا لم تأخذ من اللاجئين يعني مش أكثر من 10.000 لاجئ هذه أمور كتير مهم من التركيز عليها بينما الدعوة إلى التدخل الآن يعني مثل ما بالإنجليزي بيقولوا هذه الباخرة قد رحلت التدخل العسكري لن يفيد شيئا الآن المهم التركيز على الأمور الوضع الإنساني الكارثي وفعلا كيف يمكن مساعدة وانتقال الوضع في سوريا والحرب السورية إلى دول الجوار وهو موضوعنا الثاني فالوضع في لبنان ساده التوتر الأمني هذا الأسبوع حسب ما تنقلته الصحف هجمات بالصواريخ على الهرمل واستهداف معقل حزب الله في البقاع واستهداف الجيش اللبناني في صيدة واصطف راغ المنقسة من سياسيين بعض العنوين ربطت هذه التفجيرات بالحرب السورية وانتقال الصراع الجهادي إلى لبنان وعصف البعض ما يجري بأنه لبنان في إشارة إلى مصطلحات شبيهة بالصوملة والعرقنة وعكست مخاوف من أن ما يحدث في لبنان هو مقدمة لانفجار أكبر نتابع في الشرق الأوسط اللندنية الجمعة توقيف خمسة من القاعدة في حملة أمنية واسعة للجيش اللبناني في الحياة اللندنية الخميس قلق دولي من مسلسل التفجيرات في لبنان ولا انتحارية في انفجار بعلبك سليمان يطمئن من حزب الله إلى جرحاه النهار اللبنانية عنوانت الخميس لماذا يتخذ الجيش خطوات استباقية وكتبت السفير اللبنانية الجيش يتيم في مواجهة الحرب السورية طريق الدم إلى جنيف اثنين عبر لبنان وعنونة القدس العربية اللندنية الأربعاء تضارب روايات حول تفجير استهدف موقعا لحزب الله قرب اللبوة وفي الشرق الأوسط اللندنية في اليوم نفسه لبنان استهداف مركز لحزب الله بالبقاع وجرح جنديين بصواريخ سوريا وكانت الشرق الأوسط اللندنية عنونة ثلثاء الجيش اللبناني يصف مقتل جنديا إسرائيليا على الحدود بسلوك فردية ناطق باسم اليونيفيل الشرق الأوسط بيروت وتل أبيب ملتزمتان بالتهدئة وفي الشرق الأوسط ثلثاء السفير القطرية زور حزب الله واضعا حدا لقطيعة سببها سوريا وجاء في النهار الأربعاء تفجير صبوبة أقلق حزب الله وجمهوره في البقاع أما سفير اللبنانية في عنوانات الأربعاء الحرب السورية تستبيح كل لبنان وعلى غلاف الأخبار اللبنانية الأربعاء عرسال طريق الموت وفي العرب اللندنية هجوم صيداء سفين جديد يدق في الجسد اللبناني وكان كاريكاتير لأرمان حمصي في جريدة النهار اللبنانية على خلفية المواجهة بين الجيش وقوة إسرائيلية جنوبا وفي الرسم خارطة لبنان جالسة على أريكة تشكو لطبيب نفسانيا تقول الخارطة كل حدود بتوجعني ريمة طبعا الوضع في لبنان كما لحظنا هناك الكثير من المقالات التي تتحدث عن انتقال الجهاد إلى لبنان مسلسلة تفجيرات كما لحظنا هناك قلق دولي يعني هذه الكتابات هل هي فعلا تروع الوضع أم أن فعلا الوضع في لبنان تعكسه هذه الصحافة بشكل وقعي يعني فعلا الصحافة دايما نلاحظ أنه تربط الإنفلات الأمنة في لبنان بالأزمة السورية وتدخل حزب الله في الأزمة السورية وعلى ذلك الصحافة اللبنانية خاصة تتناقض وتتباين في تغطية هذا الموضوع يعني مثلا في صحيفة السفير والأخبار ربطوا الهجمات الأخيرة يلاستهدامة الجيش بأنه حزب الله يعني يجب أن يحسب له الإنجازات التي يقدمها هو والجيش في التصدي للعمليات الإرهابية التي تستهدف سيادة وأمن لبنان بينما مثلا في صحيفة الشرق الأوسط وصحيفة النهار والمستقبل ربطوا هذه الهجمات بتدخل حزب الله في سوريا يعني هناك انقصام حتى في التقطية في التقطية وفي نقل الخبر يعني طبعا في لبنان في الصحف اللبنان بس أما يعني رأي أقرب هو لرأي صحيفة السفير والأخبار لأنه الهجمات في لبنان هي يعني مرتبطة بتدخل الخارجي والداخلي يعني هو مرتبط بكوة 14 آزار يعني يعني من مصلحته أنه حزب الله يتوقف عن التدخل في الأزمة السورية طيب بشار ما هي قراءاتك لهذا الموضوع يعني هناك كثير من الآراء حول هذا الموضوع منها يصف الموضوع بلبنان سوريا لبنان يعني أنه هذا الأمر ليس جديد على لبنان عودة إلى اللبنان ما كتب سامير عطلة في الشق الأوسط أكيد لبنان وضعه ليس بجديد على المشاكل الأمنية وامتداد حروب إقليمية إلى أرضه بسبب ما نحن نتحدث الآن عن الصحافة كيف عالجت الموضوع أنا برأي يعني بأكد على كلام ريمة في تباين في الصحافة اللبنانية وفقا لمعطيات سياسية بس أكثر رأي كان برأي سياسي ومحايده كان افتتاحية السفير اللي ذكرت بأنه ضعف الدولة اللبنانية وخاصة ضعفها في دعم الجيش هو ما يزيد من حدة المشكلة في لبنان رئيس الدولة كما ذكرت مشغول بحزابات التمديد والتجديد الحكومة لم يتم عقد اجتماع وزاري منذ أكثر من ثمان أشهر بسبب حكومة تصريف الأعمال وأنه اجتماعهم غير دستوري بينما الدستور مفروض يحمي الشعب اللبناني وغياب تام للرئيس المسمى في أنه تشكيل حكومة على الأقل حكومة الطوارئ في الوقت لأنه لبنان لا يريد حكومة تجاذبات سياسية يريد حكومة طوارئ لمحاولة الحد منها في موضوع مهم ذكرته الصحفة اللبنانية أيضا هو رأي النائب ميشيل عون بأن الحل لسوريا للبنان قد يأتي عن طريق جينيف 2 لأنه جينيف 2 سيصبح تركيزه على حل مشكلة الإرهاب أكثر من حل مشكلة سوريا كقيادة فإذا إذا حلنا المشكلة في سوريا قد تؤدي إلى حل المشكلة في لبنان ولكن في طرف آخر يقول بأن العديد من الأطراف لم تستطع أن تكسر الجانب السوري تريد تقطيع أوصاله في لبنان وهذه نظرية مطروحة ما هي قراءاتك في هذا الموضوع هناك كثير من القراءات وكلها كما لحظنا خاصة في الصحافة اللبنانية استقطاب واضح أكيد مشان هيك أنا برأيها الكتير مهم نسمع أصوات مثل افتتحية السفير مثلا بالصحافة اللبنانية تطلع شوي من جو الاستقضاب مش بمعنى نبذ السياسة السياسة أكيد محركة كتير كبير بس لإيجاد هذا القاسم المشترك الذي يبنى عليه سياسة واسعة وطنية تحفظ لبنان بعيدا عن هذه المشاكل السياسية وللصحافة دور كبير في تلعبه في هذا المجال تلعبه في تأجيج يعني الآن ويجب أن تلعب الدور النقيل يجب أن تلعب الدور في بناء هذا الخطاب لأنه أنا برأي في مفارقة هون أنه اللي عم بيصير في لبنان بدرجة ما أنه في قلاق الكبيرة بس بالماضي كانت تؤدي هذه القلاق إلى انفجرات أكبر بكتير مش عم بيصير هالوضع الوضع سنتين ثلاثة عم يمشي ومش عم بيصير هالانفجار يعني مثل كأنه البلد رأسها على نوع من التوازن لا يؤدي إلى انفجارات كبيرة بس كمان ما بيهدى كل الوقت ما هي الخطوة القتية يعني هل استعملنا نوع مثل التحييد السلبي نحنا بالسنين ثلاثة اللي ما رأيت بلبنان تحييد السلبي عن سوريا لازم نعمل لأكتر تحييد إيجابي نائب النفس لازم نعمل أكتر سياسي يكون إلى يعني قوام وطني وواسع بهالاتجاه وعدم حل خلفاتنا عبر الطريق السوري هون وين دور الصحافة اللي تلعبوا بأنه أنا برأي وقتها تحكي بمنطق الدولة وتحافظ دورا على أنه لازم نسعى إلى بناء الدولة ومؤسساتها أنه لازم نستمر عطول بهالدور مش أنه وقتها بنسبنا بنحكي مثل ما بعمل للصحافة اللبنانية أنه نحن مع الدولة وقتها ما بنسبنا من قوم ضد الدولة ونعتبرها أنه هي ساقطة ويجب ضربها طب رانيم نخرج من الصحافة اللبنانية هناك الكثير من الآراء في هناك استقطاب في الصحافة اللبنانية هناك مقالة لعريب الرنتاوي في الدستور الأردنية التي يتحدث فيها على بشكل واضح عن انتقال الجهادية إلى لبنان هل ما هي قراءتك لهذه المقالة؟ يكتب عريب الرنتاوي عن انتقال المعركة إلى داخل لبنان واستهداف خاص للجيش اللبناني وذلك وسط ذروة تصعيد واستقطاب بين مختلف القوى السياسية وممكن النظر لهذا الموضوع أن بعد أن ما كان الجيش اللبناني هو محط اتفاق دائم أصبح طرقا من النزاع ومستهدفا وقد ممكن أن نربط ذلك بالكاريكاتير الذي طرحته الأطراق كل حدودي بتوجعني أن أصبحت حدود لبنان مستباحة والجيش اللبناني إذا ضرب الرأس تضعف الأطراف وتضعف باقي أعضاء الجسم طب الرسم الكاريكاتيري لم نتحدث عنه ريم ريمة تعليقك على هذا الرسم هل بالفعل هو يلخص الوضع في لبنان كل حدودي أو كل جسم يعني يوجعني توجعني يعني هو كنية على أنه لبنان صار مثل بات بدون سقف وبدون جدران يعني فيه الحدود الفلسطينية أو الأسرائيلية اللبنانية التي هلأ استعدادها في الجيش مؤخرا في النقورة وفيه الحدود السورية التي تجي منها الأزمة في سوريا وعم تسبب لهذا الإنفالات الأمنة ومزيد من الصراع بين السياسات الداخلية في لبنان تحب تعلق على الرسم الكاريكاتير أيضا أكيد هذا الكلام صحيح لأن حتى الصحف اتفقت على أنه الحدود مع سوريا وبالأخص منطقة القلم وأن هي مكان انطلاق السيارات المفخخة فهذه منطقة ضرورية جدا أنه تجفيف منابع المشاكل فيها والحدود مع الكيام الصهيوني يعني دائما كانت مشتعلة في هذه المرة في الحادث الأخير اللي صار كانت الغلبة للطرف اللبناني أنا أعتبرها وبنفس الوقت لاحظنا أنه بسبب هذا الوضع حتى إسرائيل لم تحاول أن تأتي بأي ردة فاعل والجيش اللبناني حاول التهدأ لأنه لا يريد جبهة جديدة الآن طيب تتعلق على الرسم طبعا هو الموضوع عن الجنوب يعني الخلافي صار طبعا بس أنا برأي هذا أنا مغاير فعلا للي عم بيحاول الرسم لما من الدعي عطول أنه المشاكل تجي لعنا مبادرة لا خلينا نتحمل نحن المسؤولية هذا الواجع اللي منحسه بالحدود ينبع من قلب لبنان من قلب عدم قدرتنا على إيجاد هذه الصيقة والتوافق الوطني الشامل ومما يشمل كلام مثل كلام النائب مشاي العون أنه الحل قد يأتي عن طريق سوريا يعني لنا بقى 30-40 سنة نطرين الحل يأتي غير مكان خارجي يجب أن يأتي الحل من الداخل بالنهاية وهون عودة على أن البرنامج يطرح الصحافة أين دور الصحافة في بناء هذا نتوقف الآن لفترة وجيزة ثم نتابع بسبعة أيام تغطية الصحف للذكرى الثالثة لانطلاقة ما يعرف بالربيع العربي في تونس ودولة جنوب السودان المخاوف من حرب أهلية ابقوا معنا صورك رؤيتك رأيك شاركنا عالمك وأفلامك عن الانتفاضات والثورات في بلدك بيراها ويتفاعل مع العالم كن أول من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من بي بي سي اطلع على أحداث عنوين وتفاصيل الأقبار أينما تكون ابحث عن الأقبار التي تهمك وشاهد مقاطع فيديو على هاتفك المحمول مباشرة خدمتنا مجانية لكن عليك تحمل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت موقعنا على هاتفك بي بي سي ارابيك دوت كوم سلاش موبايل مرحبا بكم مجددا مشاهدين ومستمعين إلى برنامج سبعة أيام في هذا الأسبوع غطت الصحف العربية والدولية الذكرى الثالثة لانطلاق شرارة ما بات يعرف بالربيع العربي أو ثورة الياسمين في تونس معظم الصحف نقلت حالة من الإحباط والقلق والخوف وبعض الأمل مما آل إليه الوضع في دول الربيع العربي وخاصة صعود الجهاديين والمتشددين الإسلاميين وتسأل البعض وبعض الآراء من قتل الربيع ووصفه آخر بأنه ربيع الميليشيات وفاتحة سنة رابعة لثورة تونس أمل وأحباط هذه الذكرى تأتي مع تسمية رئيس للحكومة باتفاق جميع الأطراف السياسية في تونس نتابع في الحياة اللندنية الجمعة تونس الشعبية تقاطى الحوار رمزيا في القدس العربية اللندنية الخميس الاتحاد التونسي للشغل يساند المعارضة في المطالبة بحكومة كفاءات وطنية وكانت الحياة اللندنية عنوانت في اليوم نفسه واشنطن تدعو إلى تشكيل حكومة تونسية غير حزبية في الأخبار اللبنانية الأربعاء التونسيون محبطون في ذكرى الثورة في الشق الأوسط الأربعاء ذكرى الثورة التونسية احتفالات رسمية في قصر الرئاسة واحتجاجات شعبية في سيدي بوزيد الصحافة التونسية عنوانت ثلاثة سيدي بوزيد في اليوم الأول من مهرجان الثورة احتفالات واحتجاجات في الآراء كتب غسان شربل في افتتاحية الحياة اللندنية من قتل الربيع القدس العربي كتبت في افتتاحيتها الأربعاء فاتحة سنة رابعة لثورة تونس أمل وأحباط في السفير اللبنانية كتبت أمينة زياني تونس الثورة لم تزهر بعد رنيم طبعا الثورة لاحظنا أو الانطلاقة ما يسمى بالربيع العربية التي انطلقت في تونس الكثير من الآراء تعبر عن الإحباط هل كانت بالفعل كلها تعبر عن هذا الإحباط أما أن هناك شيء من الأمل كما كتبت القدس العربي معظم القراءات المقالات كانت متشائمة إذ كتب غسان شربل مثلا أين الشبان الذين احتشدوا قبل ثلاثة أعوام في الميادين وهل يتذكرون شراط النصر والأحلام وحديثهم عن الديمقراطية وكتب أيضا يوسف الديني عن ربيع الميليشيات في الشرق الأوسط أيضا ولكن تركتنا بعض المقالات ببسيس من الأمل إذ كتب عمر يوسف سليمان بالعرب اللندنية عن الشاعر عبداللطيف اللعبي ربيع العربي لم يقل كلمته الأخيرة بعد فهناك تنويه أن ربيع العربي ممكن أنه يتنفس السعاداء ولا ينفس أنفاسه الأخيرة يأخذ أنفاسه الأخيرة فهو يستكمل ما بدأ أو يحدد بوسط يعني هناك أمل هناك أحباط هناك أمل نعم عرفان ولكن السؤال هنا هل بدأت الثورات العربية دون اتجاه أم هل هي بعد ثلاث سنوات فقدت بوصلتها هذا هو السؤال ولكن الثورة الفرنسية أخذت ثماني عقود أو حتى أكثر لأن تستقر نعم وهذا ما قال هوكال الرئيس التونسي عندما تحدث عن الثورات والتغييرات التي حصلت في كثير من الدول أنه أخذ السنين لماذا ثلاث سنوات حتى الآن انتظرونا صح بس في وقائع على الأرض كمان يعني أنا في مشكلة بلش مع من البداية مع الربيع العربي أنه المصطلح اللي هو مصطلح مناخي ولم نسميه إحنا لا صح والكلام إجا من الخارج بس بمعنى مثل كأنه استعملناه بمعنى أنه الربيع العربي أبصر شو بيجي منه مثل كأنه نطرين مثل كأنه نطرين حدا يتنبأ الطقس أو يتنبأ المناخ يخبرنا شو رح يصير بدل ما نحن نقوم فعلا بقيادة المسيرة وكيف تتم قيادة المسيرة أنا برأي باحتضان الديمقراطية يعني الخيانة الكبرى للربيع العربي وجوهر الربيع العربي أو ما تمثله الالتفاضات العربية هي التخلي عن المسيرة الديمقراطية كما حدث مثلا في مصر وكما برأي يحصل الآن في تونس بدعم خارج يعني ليس هناك حق لوشرة قومة غير حزبية بالحكس هذه هي المرحلة التي يجب فيها انفتاح الديمقراطي الكامل وعطاء الحق لكل الأحزاب التي تفوز بالانتخابات بموارسة دورها الديمقراطي وتثبت نفسها عن تفشل وهنا الدورة المهمة التي تلعبه الصحافة أيضا لنعود إلى موضوع التغطية في ملاحقة هذه الأحزاء وتقييم أداءها والانخراط في العملية الديمقراطية السؤال يطرح بشار يعني أن هناك انتقاد للصحف الخليجية بأنها هي التي قتلت الربيع العربي من خلال الكتابات يعني مقال غسان شربل قتل الربيع العربي ليس هو قتله بل لكن هو العنوان الذي تحدث عنه أنا أعتقد أن هناك لوم أكيد على الصحافة العربية الخليجية بالأخص لأنه في البداية هما كانوا يعادون الربيع العربي وضد الربيع العربي وكلنا نتذكر أيام بس لكن عفوا لكن الربيع العربي أنتج ما نراه الآن أنتج جهاديين وأنتج أسلاميين متشددين ولكن بنفس الوقت الربيع العربي هو فاتحة للتغيير حتى كما ذكر المنصر المرزوقي في لقاءه مع البي بي سي من فترة وحتى كما ذكر راشد الغنوشي في لقاءه مع الواشنطن بوست لأن هذه هي بداية التغيير حتى راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة رأينا انفتاحاً على التغيير وعلى حكومة تكنقراطية والتنازل عن بعض بسبب رؤيته لما حصل في دول مجاورة مثل مصر أنا باعتقادي ما زالت الثورة النموذجية في تونس بسبب وجود معارضة منظمة تتمثل بالاتحاد العام التونسي للشغل ولذلك ليس هناك توجه لنقل إسلامي أو آخر يحتكر السلطة ولذلك لا أعتقد أن الربيع تم قتله أعتقد أن الربيع تم تأخيره أو تم أخذه إلى مسارات أخرى ولكن سيعود عجلة التغيير هي ما كنا نبحث عنه وليس حلول فورية طيب بشار عنده أمل في الربيع طبعا إذا أخذنا صحيفة القدس العربي أمل وأحباط هناك أيضا في نيويوك تايمز مقالة تتحدث بأن الربيع أنتج الكثير من الجهاديين والجهاديين ينتقلون من تونس عبر ليبيا إلى دول أخرى طبعا هناك نقطة مهمة هنا أن الصحافة تحدثت معظمها عن أسباب فشل الربيع العربي أو تراجع أهداف الثورات بس بالمقابل نسيت وسائل الأعلام أنه كانت أحد أسباب فشل الربيع العربي أو تراجع من خلال الخطابات التحريدية التي تأجر صراع الطائفة بكل دول الربيع العربي نحن نشوف وليس يوجد صراع في هذه الدول طبعا ولكن وسائل الأعلام تلعب دور في تأجيج هذا الصراع مثلا ما يجري في البحرين عند بعض الصحف هو حراك أو ثورة شعبية لصالح المضطهدين بينما في صحف أخرى هي حراك شيعي يعني يسمونها بالحراك الشيعي كمان نفس الشيء في ما يجري في سوريا دايما بيربطو بتدخل حزب الله الشيعي مع أنه بحزب الله فيه هذا حاصل خلينا نبقى نبقى في تونس نبقى في تونس في تونس الآن بعد هذا التوجه الحكومة الجديدة وراء تسمية حكومة الجديدة هل هناك أمل من خلال الكتابات يعني قرأتي أن هناك أمل في تونس الآن أن هي فعلا تقود ما يسمى ذر بها العربي طبعا في صحيفة الكدس العربي كان فيه يعني بسيط من الأمل فيما تعلق بتونس إذا أنه ربطوا يعني ربطوا المقال الكدس العربي بأنه يعني تونس بعد فيها سلطة يعني من كافة الأحزاب السياسية محترف فيها وكمان عملوا يعني مقارنة بين وما يجري في مصر وربطوا بالانكلاب الذي يجري في مصر وربطوا بالانكلاب ما يسمى بالانكلاب فعلا طيب إذن لنطوي صفحة تونس والربيع العربي ننتقد إلى توتر آخر في هذا الأسبوع نقلت الصحف أنباء عن اجتباكات في جوبة عاصمة دولة جنوب السودان بين قوات موالية للرئيس وأخرى لنائبه بعض الصحف قبلت رواية الرئيس لأنها محاولة انقلاب عسكري من نائبه بينما شككت صحف أخرى برواية الانقلاب نتابع بعض ما كتب عن هذه الأحداث في القدس العربي الجمعة جنوب السودان مشار يدعو لرحيل كير وقوات الأخير تفقد السيطرة على بور في الشرق الأوسط اللندنية الخميس رئيس جنوب السودان يعرض التفاوض على نائبه المعزول العرب اللندنية عنونات الخميس مناورة أم صفقة سالفا كير يدعو منافسه للحوار التغيير السوداني عنونات الأربعاء تجدد الاشتباكات في جبا قتلى واعتقالات الانتباه السوداني عنونات الأربعاء سالفا كير يكشف معلومات جديدة عن المحاولة الانقلابية الصحافة السودانية عنونات الثلاثة انقلاب فاشل في جبا الحياة اللندنية عنونات الأربعاء جبا ساحة حرب وبوادر انقسام الجيش قبليا في الشرق الأوسط اللندنية الأربعاء تجدد الاشتباكات في جوبا واستمرار غياب مشار 13 ألف لاجئ بمقر بعتة الأمم المتحدة في جنوب السودان بشار طبعا لاحظنا من خلال الكتابات هناك أيضا انقسام حول التسمية إذا كان هذا انقلاب أو محاولة انقلاب أم أنه صراع أنا أعتقد أن الصحف لم تصل إلى رأي محدد لأن نائب الرئيس ينفي محاولة انقلاب حتى فنحن أمام روايتين رسميتين واحدة من سلفا كير بأنه انقلاب ورشا ينفي ذلك لكن الحقيقة الواقع على الأرض هو أن الوضع يتطور ويتفاقم ليصل إلى حد حرب أهلية إن لم يتم إيقافه قرأت للصحفي سوداني حمور زيادة كتب مقالة عن أن ما كان يتطلع إليه أهل جنوب السودان حين طالبوا بالانقسام وحين أعلنوا دولتهم وكانوا أعلنوا مبادئ الدستور لا يموت بأي صلة لما يحصل الآن وأعتقد أن الحراك الحاصل حاليا في جوبا الذي تحول إلى معركة مسلحة هو بالضرورة تعبير عن رفض جزء كبير من خطاع جنوب السودان لما يحصل الآن لأنهم كانوا متفائلين بوضع أفضل خاصة أن الدولة عندها مقومات من نفط ومن زراعة ومقومات دولة ناجحة على الأقل توفر لشعبها المواد الأساسية موجودة ولكن هذا لم يحصل أعتقد أن سيلفاكير لم يتعامل بالموضوع بنفس الشمولية اللي كان فيه جون قرانج عندما كان مجتمع شعب جنوب السودان عليه ولكن سيلفاكير استعدى جزء كبير من شعب جنوب السودان يعني إذا سرع قبلي الآن بدأ يتحول ما في الماء وبعد قبيلتين يعني إحنا ممكن نوصل أكثر من قبيل عدة قبائل ممكن نوصل لحالة رواندا مثلا نتمنى أن لا يحصل ذلك لأن الصراعات في إفريقيا تأخذ هذا الطابع القبلي رانيم لحظت أن رغم أن الخبر لا يزال طازة لكن حتى لا يوجد تحليل لا يوجد كتابات واسعة حتى في الصحف الغربية يعني الولايات المتحدة طلبت من رعاياها مغادرة جنوب السودان بغيطانيا ودول أخرى لماذا عدم هذا الاهتمام برأيك في الصحف الغربية على الأقل لم تتصدر لا يتصدر أخبار جوبا تقشفت الصحف في نشر تحاليل وإن عندما نشرت تضاربت الآراء وتشتت الآراء جدا ممكن غياب موضوع جوبا قد يفسر بأن الصحف ترى أن هناك أمور أخرى أهم بالنسبة لها ولكن هذا موضوع يجب تسليط الضوء عليه لأنه هناك لأن حسب ما نوها أوباما هو متخوف من عودة السودان لماضيها الموحش لأن هناك صراع قبلي صراع أكثر من قبيلة في جنوب السودان حاليا وخصوصا بين قبيلة سلفاكير ونائبه مشار اللي هي الدينكا وانوير وتأصل ذلك الصراع القبلي قد هو تحذير لتفاقم الموقف ويجب أن يصلطوا عليها أكثر في الصحف ويجب أن يكون هناك تحليلات أكثر بدأنا نرى بعض التحليلات في القدس العربي الصفحة الافتتاحية رأي القدس الصراع القبلي في جنوب السودان يحكي عن خلفية هذا الصراع ولكن كارل ما لفتني بخاذ هذا الموضوع أن الصحافة السودانية في السودان في الخرطوم كانت أخذت موقف الإنقلاب ما هو تفسيرك؟ طبعا الصحافة السودانية عندها مدخل محدد تجاه كل المساعد السودانية بس أريد أن أرجع شوي بالنقاش هذا ممنوع موضوع القبول بشكل كثير بديه أنه هذا صراع قبلي بنظري بيشبه كثير وقتها بنحكي عن الصراعات السياسية العربية بنوصفها بشكل أنه هي صراعات طائفية 100% عوضا عن أنه بالحقيقة صراعات سياسية تستعمل لباس طائفي لماذا يتم هذا التعميم بالحالة جنوب السودان أنه فجأة منتطلع عن إحنا مع أنه كان كثير فيه دلائل يعني إذا بتلاحق العلام تحديدا اللي عم بيصير أنه فعلا المشاركين في الأحداث كانوا مختلطين من أثنيا ما كانوا من فئة أثنية معينة أو من قبيلة معينة ومن برأي كثير مهم بهالمرحلة ما ننجر نحن كمعلقين وكأعلام نحن قبول مبدأ أنه هاي أفريق عطول بيصير فيها بس صراعات قبلية اللي هو كثير خطأ في صراعات سياسية تستعمل لباس قبلي وهذا برجع بردنا على دور السوداني اللي أنا برأي له فشل يعني يبدأ من قبل مش من هلا لم يتم فعلا إنتاج خطاب وطني موحد يحفظ السودان كبلد واحد جنوب السودان لا من قبل تاريخين السودان والآن مما تتخوف منه من هذا المبدأ أنه كل الفصل الأثني والفصل اللغة والفصل الديني أنه يمكن نوصل بالنهاية لجنوب جنوب السودان وشمال جنوب السودان والانقصابات الجاية يعني برأي هذا إذا تجد في قاسم مشترك أنه ضرورة يكون في بناء وطني موحد أنه يبعد ينظر المواطنين كأفراد وليسوا كأفراد قبائل ريما يعني حتى الآن بخلاف ما جكنا لتفاصيل المقالة التي كتبت في القدس العربي لم أرى تحليلا للواقع الذي يجيب بخلاف ما سمعناه عنوين وما حدثها في جنوب السودان طبعا يعني هو كان من المحزن إهمال الصحافة لموضوع جنوب السودان مع العلم أنه يعني الغرب هلأ وطبع لعملية التقسيم في السودان يعني لازم كانت تهتم الصحافة مع أنه يعني الصحافة يعني أنت تعملين في رويتز رويتز عندما تكتب تكتب أحيانا تكتب تحليلات هل كتبت تحليلات في هذا الموضوع أم أنه أيضا لم تعطيه الحجم الذي يستحقه يعني هي رويتز ما تكتب تحليلات رائعي بمعظم الأحيان تحليلات للواقع طبعا هو بمعظم الأحيان يعني كراءتها بتكون موضوعية ويريات يعني كل وسائل الأعلام تتجه أو تتبع هذا الأسلوب في نقل الخبر وتكون أكثر موضوعية في نقله في نشره يعني تخفض من في موضوع جبه في موضوع جنوب السودان كيف تعاملت معه رويتز في هذا الشأن يعني نقلت الخبر كما هو وحذرت من أن يعني صير فيه صراعة قبلي وطائفي خاصة كمان ركزت على موضوع الطائفية بما أنه فيه مسيحيين في السودان فشدت هذا الشيء ويعني ما أخذت طرف معين من فئات مسيحية ومذاهب مسيحية مختلفة طبعا بالضبط فهي ركزت على هذا النقطة وكانت مهمة جدا لأنه الصحافي أهملت هذه النقطة وهي نقطة مهمة جدا طب في أدوانتها صغيرة أنه المشكلة هي أوسع يعني أقدم شوية من هون أنه المشكلة أنه الصحافة تنطر لحتى تصير المشكلة لحتى تروح كيف صار بليبيا تحديدا أنه خلص التدخل الغربي يفل وبعدين فجأة صار الاعتداء على القنصلية الأمريكية رجعوا كل العالم تذكروا ليبيا طب أين هذه الاستمرارية بتغطي يعني من سنة ونص أخذ الجنوب السودان استقلاله ومبطعنا نسمع عنه شيء ما فيه مشاكل وفيه هذا مع أنه كانت التخليلات تتوقع ذلك من قبل باعتبار طابعة القبلي والديني هاي دي بتمعقوله بالانجليز self-fulfilling prophecy بس ما كان فيه فعلا ملاحقة للوضع كيف عم يتطور داخل يعني مش أنه فجأة ينفجر الوضع من اكتشف يعني بأكد على كلامك أنه صار توظيف لموضوع القبلية والطائفية في الموضوع السوداني لأنه طول عمر السودان موحد بأكتر من 22 طائف لنظر نضيق الوقت نأخذ ذا ننتقل إلى موضوع آخر ويقولون الصورة بألف كلمة لكن الصورة تثير جدلا وسخرية وانتقادا والصورة التي كتبت الصحف عنها هي ملصق إعلاني سياسي للترويج للدستور المصري المعدل وتكبت في الملصق الإعلاني أخطاء فادحة أطاحت بأحد المسؤولين المصريين وكتبت القدسة العربية الأربعاء نشطاء يسخرون من استعانة الحكومة المصرية بعارضين أجانب للترويج للدستور وكتبت الحياة اللندنية أخطاء فادحة في ملصق سياسي تطيح بأحد المسؤولين المصريين وكتبت ديلي تيلغراف البريطانية وهي كانت أول من تطرق إلى هذا الموضوع يوم الاثنين في الصفحة الدولية فنشاهد هذا الموضوع طبعا هذه الصورة كارل أثارت كثير من الجدل خاصة أنت مدون وتتابع كثير من السخرية والانتقادات ما هي قراءتك لها؟ أول ما بدأت بدأت على وسائل تواصل اجتماعي تويتر تحديدا بدأوا استعمال الصورة وبدأوا يتشفوا العالم أن الأشخاص اللي بالصورة منهم مصريين ومستعملين من بلدان أخرى أمريكيين أو أوروبيين وكمان الأخطاء اللغوية بكاتبة الدستور بدأوا مصريين مصرين مصرين أو مصرين أو قد يحصل بدأ المصريين بسرعة أنا برأيي الحلوة بهذه الوسائل صار استعمالي عبر تحويرها للصورة إيصال رسائل سياسية مغايرة لما هي بس أنا برأيي هذه مثل نوع بتشبه كل مسيرة كتابة هذا التستور الجديد يلي أتى فعلا منفسلا عن واقع سياسي وأتى منزلا به من فوق عبر عملية ليست ديمقراطية أبدا يعني مثل كأنه هذا الملصق برأيي أنا طبعا برأيي ما أحكي برأيي حدثين الملصق أتى تعبيرا فعلا عن هذه العملية المصطنعة في كتابة الدستور وتعبيرا عن انفصالها عن الشعب المصري بشكل كامل لدرجة غياب الشعب المصري من الصورة ريمة رأيكي بالصورة وما كتب عنها والتعليقات عنها الحلوة بهذه الصورة أنه صار فيه سخرية بالتعامل معها يعني بتصفية حسابات إذا بدك يعني سحبة المصري اليوم مثلا يعني تناقلت الصورة بشكل ساخر جدا يعني لتنتقد عملية انتقال الدستور والمشاركين فيه بأنه استعملت وجوه لا أحد يعرفها وغير مصرية طبعا بإضافة للأخطاء بشار قراءتك ماذا قرأت عن هذا الصورة لما اجتمعت عليه الصحف المصرية أنه كان فيه بالنهاية كبش فداء اللي هو أمجد عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للاتصالات وكما ذكروا الزملاء أنه كان فيه سخرية أكثر من أوشماتها خلال من الأطراف التي تعارض الدستور وبنفس الوقت من يعني الصورة تعكس كيف أن الدولة ما زالت متأخرة بأشواط عن الشعب يعني هذا يدل على اهتراء هذه المؤسسات العامة وعدم وجود كفاءات فيها ومحاولة تمرير ما يريدون تمريره في الوقت الحالي يعني هو يعكس هذا الاستقطاب لكن في النهاية يعني ليست هي الصورة المحور في الموضوع بل الدستور نفسه وكل وظفها لأسبابه لك رانيم خراءاتوكي أكثر إيشي لفت انتباهه هو عنوان التاليغراف الذي قد نترجمه دستور للجميع خصوصا للأجانب هنا أيضا تستخدم فيها السخرية أيضا السخرية ووسيلة أو طريق للمعارضة لمهاجمة الدستور ولكن راقبت مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر البارحة واليوم وما لفت انتباهه أن هناك جدال معاكس أن البعض الذي يؤيد الدستور ويؤيد الانتقال الديمقراطي حاليا أو ما يسمى الديمقراطي حاليا في مصر يدافع عن الدستور يعني هذه الصورة أوجدت نوع من الحراك من النقاش الحراك المعارض والمؤيد أيضا لنأخذ الآن فقرة رسوم الكاريكاتيرا الرسم التالي من وحي العاصفة الثلجية التي ضربت الشاق الأوسط لغسام صحيفة الدستور الأردنية وفيه اثنان ملتحفان بملابس السميكة والثلوج والضباب حولهما ويقول أحدهما للآخر كيف الجو برة طيب رانيم من الدستور هذا من عندكم كاريكاتير يعني بيوظف الحالة بالأردن كانت هناك كتابات عفوا المقاطعة كثير عن الموضوع باتر وردم كتب برضو في الدستور كتب العاصفة أظهرت أفضل وأسوأ ما فينا كانت تحليل عن كيف تعامل الأردن مع العاصفة وكان فيه هناك مشاكل مثل انقطاع الكهرباء ولكن كان أيضا هناك محاسن المؤسسة العسكرية والأمن العام عالج الموضوع وقد ما نستنتج من الكاريكاتير أن إدارة الأزمات ليس ألعها علاقة بالفزعة أو ما نسميها الفزعة هي عن سلام المهم هنا سلامة المواطنين يجب هناك أن يكون تأهب لتلك العواصف وهذا ما أثير أيضا في كتابات مشارك قراءتك لهذا الرسم هذا كما ذكرت رنيم هو الوضع في كل المنطقة التي تضررت من العاصفة الثلجية وبالأخص في الأردن كان فيه كتابات كثيرة لأن كان فيه عدة مشاكل لم تحصل من قبل لم يكن هناك جهوزية للتعامل مع الموضوع كما كتب ماهر أبو طير في نفس الجريدة في الدستور مقالة عن أن أكيد لا نريد أن ننقص من حق رجال الدفاع المدني والشرطة والدولة في محاولات المساعدة ولكن كان هناك عجز واضح وأخطاء لابد من تصحيحها لن يتم تصحيحها عن طريق لوم شركات خاصة أو لوم المواطنين لماذا خرجوا للتنزه هناك كانت مشكلة أكبر من ذلك لم يكن هناك جهوزية إدارة الأزمات تمت بطريقة حتى كما لحظنا أنه كما نقلت العديد من وسائل الإعلام حتى الملك نفسه كان شارك في عملية هذا وهي إن أعطت فهي تعطي إنعكاس على أن الدولة كلها كانت تحاول ولكن لم تكن جاهزة العاصفة مرت أيضا في كل منطقة الشيق الأوسط نحن نتحدث الآن عن الرسم الكارتون هنا في لبنان كيف عالجت الصحافة هذا الموضوع؟ هناك مشكل شبيهة أكيد بس نحن يمكن أننا طريق شوي أقدم من معانم الزباية يعني أنا أتذكر شخصيا بتمانينات كان صار في كارثة تلجية كبيرة توفى فيها العديد من المواطنين بلبنان بس صارت مع سنين الجهوزية أحسن وأحسن بس أكيد في لبنان أنه أنا برأيي ما يعني تجلى أنه نلوم طبيعا بدل من نلوم تقصير الأجهزة بس في عندي تعليق صغير على الموضوع كله أنه أنا ثلاثة سنين عم نقول ربيع العربي الربيع العربي حتى المناخ بالشتاء العربي بس ريمة أنا مش عارف ماذا يقصد الرسام يعني هل يقصد الرسام أن هذلون ماتوا من البرد وهم في العالم الآخر لأن هناك ضبابية أما أنه فعلا هو الثلج لأن الثلج بالضباب في هذه الصورة فما أبعرف شو رأيك فعلا العاصفة أليكسا فضحت المهمة الإنسانية خاصة بما يتعلق بالنازحين السوريين كان من الملفت بالصحافة اللبنانية اهتمام بموضوع هذا وبالمقارنة مع النازحين أو اللاجئين الفلسطينيين في كما قال رشاد أبو شاور في الكدس العربي قارن في وضع اللاجئين الفلسطينيين بالنازحين السوريين وقال أنه لو كان بدهم يعامنوا النازحين السوريين كانوا مدوا يد العون من الأول الفلسطينيين نعم طبعا هذا الرسم ثارة الكثير من المواضيع لكن فيما يتعلق في هذا الجانب السؤال الذي تحدثت عنه في البداية هل تشاطريني الرأي بأن هؤلاء أو هذا يقصد الرسام أن هذا اللون ماتوا من البرد؟ هل توافق أماننا بابا؟ لأنه هذا الغيوم ويلعب فيها لأنه كيف الجو بره بس بعد أنا هذا يعني إذا هذا التحليل مضبوط بعد ما تموت كمان بتحس بالبرد مشكلة طيب أعتقد أنه هذا ما سمح به الوقت لبنامج سبعة أيام من بي بي سي نشكركم مشاهدينا ومستمعين على المتابعة ونشكر ضيفتي وضيفي هذه الحلقة في هذا الأسبوع من فريق الإعداد والتنفيذ ومني لكم أطيب التحية شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر